وهي مفخرة في الحقيقة للعالم الإسلامي عموما وللجزائر خصوصا التي هي سباقة إلى كل خير وهي معروفة بالغيرة على المنهج الإسلامي السليم الذي يتحلى أو يمكن أن يعبر عنه بالوسطية الإسلامية التي دعا إليها الإسلام ورسخها وعليه نشأت عملية تبليغ هذا الدين والتربية الأجيال التفسير في مدارسه هو تبع للمدارس الفقهية والمدارس الفقهية نشأتها حسب طبيعة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة واندرج هذا أيضا على النص القرآني في القصص والأمثال وفي قضايا العقيدة وما شابه ذلك لكن أكثر في آيات الأحكام آيات الأحكام لأن منها يستمد الحكم الشرعي الذي يتعلق بأفعال المكلفين وبالتالي تنوع الاحتمال في النص لأن النص يحتمل فتنوعت الفهوم وهذا من مقصد كبير وعظيم عند الشارع أن يكون النص محتملا لأكثر من معنى لأنه يحتضن معنى ما جعل عليكم في الدين من حرج لأن احتمالية النص لهذه المعاني تؤدي إلى فهمات مختلفة وبالتالي يؤدي الاختلاف إلى رحمة ترجمة نانسي قنقر